إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من الغاصمة بغدادة دكتور أحمد الشريفي الخبير العسكري والإستراتيجي مرحبا بك من جديد معنا دكتور أحمد كنت تتحدث عن الإستراتيجية بشكل عمل القوات العراقية للقضاء على تنظيم داعش على الحدود السورية العراقية بنظرة بعيدة واطلاع قليل الحدود العراقية السورية حدود طويلة جدا وصحراوية وذكرت في حديثك قبل أن نفقد الاتصال بك أن التنسيق مع الجهات السورية محدود كيف هذا لا يزيد من صعوبة تلك المعركة وإعلان القضاء أو تنظيف أو تطهير الأراضي العراقية من تنظيم داعش نعم بالحقيقة كنت أعني في هذه المرحلة بدأ يقل مسألة التعاون لأنه وصلنا إلى مرحلة غلق الحدود بين السوريا وبين العراق في الفترة التي كانت الحدود مفتوحة وكان التنظيم يستخدم العمق الستراتيجي المتبادل بين الحدود السورية العراقية أن ذلك كان سقف التنسيق والتعاون كان أعلى بكثير ولكن بعد إتمام عملية السيطرة على الحدود السورية من قبل سوريا والعراقية من قبل العراق باتت العمليات تنحصر في الجبهة الداخلية وتأمين أكتاف الحدود وهو ما يستلزم تنسيقا محدودا ولكن فرض سيادة للدولة العراقية على أجواءها وعلى أراضيها وكذلك الحال بالنسبة لسوريا الآن العمليات التي تجري وبالتحديد في العراق هي عملية الغاية منها تحقيق السيادة على الحدود ولكن مع ضمان لعدم تعرر القطاعات التي تشكل خطوط الصد على الحدود الرابطة بين السوريا وبين العراق لا تستهدف من خلفيات القطاعات ولذلك جرى تأمين اسكات للملاذات وكذلك تأمين السيادة الجوية بتحقيق وفرة في طيران الاستطلاع لأغراض الاستمكان والاستهداف لبؤر الأزمة التي ممكن أن تشكل خلايا للتعرض للقطاعات دكتور أحمد اقتصار شديد المدة الزمنية لهذه المعركة للقضاء وأعلان الحراق خاليا من هذا التنظيم المتطرف بالحقيقة النشاط يتجاوز لمسرح عمليات يتجاوز 35 ألف كلمتر مربع ولكن اندفاع القطاعات بسرعة والعدد المحدود للملاذات يجعل العملية سريعة وخاطفة فضلاً عن أنه الآن هناك توجه في العراق لتأمين قوات مجوقلة أي قوات خاصة محمولة جواً تتمكن من التنسيق بين الرصد الجوي والعمليات المحمولة جواً لإسكات بؤر الأزمة التي ممكن أن تظهر كحالات طارئة في قادم الأيام هذه استراتيجية أنه تبعاد فمعنى ذلك أنه سنصل إلى مستوى عالي منسوب عالي في تحصين الجبهة الداخلية وبالتالي تبقى قضية بسك الحدود هي ضرورة ضمن إدارة المعركة والتنسيق مع السورية شكراً جزيلاً الدكتور أحمد الشريف الخبير العسكري والاستراتيجي متحدثاً إلينا مباشرةً عبر الأقمار الصناعية من العاصمة بغداد ترجمة نانسي قنقر